أحنا بطبعا ننثمنها لأن الأهم هاجس نتعة توانسا اليوم هو محاربة الفساد المستشرة في جميع إدارات التونس واللي هو قاعد ينخر في الاقتصاد ويجعل أنه ثم أزمة اقتصادية من أسوأ ما عرفناها في تاريخنا والهاجس تذهب لقم الفساد هم محقين فيه التوانسا واحنا الاستطلاع زادة اللي قمنا به يقول نفس الشي 95% من التوانسا يطالبوا بمقاومة الفساد رئيس الحكومة قام مشكور بحملة وحرب ضد الفساد المشكلة هو أنه راهو مش سهل كما الشي اللي احنا قوموا به وقت اللي هو يحارب الفساد مش يلقى الفاسدين النافذين يعرقلوا فيه في جميع المستويات إن كان في الدولة بالدولة يحاربوا فيه وبالتالي هو طوى ولا مستهدف رئيس الحكومة ولا مستهدف لأنه قام بهذه الحرب على الفساد وأحنا نقوله هو نجح جزئيا وربي وفقه بشي واصل وإن شاء الله الحكومة ككل يعني تتكتف ويلقى السند المطلوب من رئاس الجمهورية ومن البرلمان اللي هو ساعات ما يقومش بالإجراءات المناسبة لدعم رئاس الحكومة في هذه الحرب على الفساد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر